كيف ننتصر على أعمال إبليس؟ ينبغي أن الروح القدس يسكن فينا نمتلئ من الروح القدس ينبغي أن نستخدم كلمة الله اللي الكتاب يسميها سيف الروح ثم ينبغي أن نعلن دم يسوع المسيح بقوة دم يسوع المسيح نستطيع أن نغلب إبليس ثم بقوة الشهادة عندما نشهد عن ما فعل يسوع من أجل ومن أجلك فأنت تحطم مملكة الشيطان وتمتلك أراضي كثيرة فإذن بقوة الكلمة بقوة الدم وبقوة الشهادة نستطيع أن نتغلب ونهزم الشيطان ثم نستطيع أن نهزم الشيطان باسم يسوع وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشيطين باسمه عندما ننتهر الأرواح الشر في هذا الاسم الذي وفو كل اسم اسم الرب يسوع ننتصر على أعمال الشيطان ثم أحبائي المسيح تجرب لكي يساعدنا لكي يعيننا أيضاً في تجاربنا مكتوب عنه يعني يقدر أن يعين المجربين لأنه تجرب بلا خطية لكنه يقدر أن يعين المجربين فإذا المسيح انتصر من أجل نفسه من أجلك ومن أجل الكل على الصليب حتى أنت تسير وتمشي في غلبة ونصرة يسوع المسيح السؤال اللي دايماً أسأل أو بيطرحوه بشكل مستمر هل ممكن أن يجرب المسيح بالخطية؟ خلينا نشوف بعض الحقائق المهمة الحقيقة الأولى أن الآيات تؤكد وتجزم أنه المسيح لم يخطئ أبداً لم يعرف خطية لم يفعل خطية لم توجد فيه خطية مكتوب عنه القدوس البار المنفصل عن الخطاء قال عن نفسه أنا هو نور العالم فهو اللابس النور وهو النور لا ظلمة فيه البتة فاستحالي أنه طبعاً أنه المسيح يخطئ لأنه تؤكد الآيات أنه المسيح لم يخطئ أبداً شيء تاني من ناحية أخرى الآيات تؤكد أن المسيح فعلاً تجرب في كل أنواع التجارب لكن بلا خطية تجارب المسيح كانت تجارب حقيقية مش وهمية كما يتدعي البعض وينكر تجسد المسيح أو لهوت المسيح من ناحية أخرى فعلاً تجرب مثل ما شفنا هون في البرية جربوا إبليس لكن شيء ثالث أنه الآيات الكتابية تجزم أن الله غير مجرب بالشرور قال يعقوب في الإصحاح الأول الرسول يعقوب لا يقول أحد إذا جرب إني أجرب من قبل الله لأن الله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحداً ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته والشهوة إذا حبلت تلد خطية والخطية إذا كملت تنتج موتاً فطبيعة المسيح الداخلية لا تقبل الشر أو الفساد أو الخمير أو أي شيء ممكن يعدي المسيح المسيح لمس الميت قام فلم يتنجس مثل اليهود بلمسهم الموتى المرأة النازفة شفيت عندما لمست يسوع المسيح والأبرس عندما لمس يسوع طهر من برسه فإذا طبيعة المسيح الطاهرة النقية بلا خطية هي التي تطهر ولا يستطيع ولا يتنجس بأي شائبة أو بأي خطية أو بشيء حتى شبه شر من أي شخص فتجذب إنه الله غير مجرب بالشر أو يجرب أحد بالشر فإذن إن كان المسيح هو الله فمستحيل أن يتجرب بالشر والمسيح تجرب كإنسان كامل لكن لم تكن طبيعة المسيح الإنسانية لوحدها لكن كانت الطبيعة الإنسانية متحدة باللهوت كامل أي المسيح كان إله كامل وإنسان كامل كإنسان تجرب في كل شيء بلا خطية ما عدا الخطية حتى يكون المثال الأعظم وحتى يكون الذبيحة الكاملة بلا عيب ولا دنس حتى يكون له الكفاءة أن يكون الفادي يرضي الله ويكفر عن خطايا البشرية اشتركوا في القناة